الحقيقة أكبر حاجة كمان من أكبر الأمور الإيجابية في هذا الاجتماع اللي هو له حضراتكم دلوقتي اللي هو إيه؟ شهد الاجتماع عرض الخطوات الانشائية والتمولية لصندوق الرياضة المصري والذي يعد أول صندوق استثماري لدعم الرياضة في مصر حيث وجه السيد الرئيس بحوكمة أداء الصندوق بهدف استدامة عوائده المالية لصالح إيه؟ لصالح واحد دعم الأبطال الأولمبيين اتنين اكتشاف ورعاية الموهبين رياضيا ثلاثة إقامة البرامج الرياضية للياقة البدنية والصحة العامة الحقيقة طول عمرنا كرياضيين عندنا مشكلة غير كرة القدم مع عادة كرة القدم عندنا مشكلة كبيرة في التمويل وغالبا الاتحادات الرياضية بيقابلها يعني مشكلة التمويل خاصة قبل الأولمبيات مشكلة المعسكرات الخارجية مشكلة التغذية مشكلة الصرف على اللاعبين وتوفير مناخ جيد لللاعب عشان يحقق ما ديلي طول عمرنا بنعاني من هذه الأزمة المالية والحقيقة أنا حتى جيلي نفسه كنا لما نيجي نطلع بطول أو حاجة بيبقى بنفكر ألف مرة سواء ألعاب جماعية أو فردية هنطلع إزاي هنوفر الموارد إزاي طبعا كان وزارة الشباب والرياضة كانت بتدعم طول عمرها ولكن العبء زاد على وزارة الشباب والرياضة وبقى الأمر تكلفة كبيرة وبقى صناعة كاملة صناعة الرياضة الحقيقة السيد الرئيس لما يتابع بنفسه إنشاء هذا الصندوق وإن دعم هذا الصندوق أو العوائد المالية التي تيجي من هذا الصندوق هيدعم الرياضة حط في المقام الأول الأبطال الأولمبية أنا عايز أقول لكم إن ده من أسعد الأخبار اللي واحد سمعها ليه؟ إحنا مش هنحس بقيمة هذا الكلام إلا بعد أربع سنوات من الآن ليه؟ لأن إحنا دلوقتي في مرحلة بناء إحنا خلاص الأولمبيات اللي جاية توكيو 20 كان مفوطة تلعب السنة دي وتلعب 2021 خلاص اللعيبة أعدت وتمام هنحس بهذا في الأولمبيات العشرين 24 خلينا أقول لحضراتكم من ده من أسعد الأخبار طب رد فعل هذا القبر إيه؟ إني لقينا طبعا معالي محافظة البنك المركزي الأستاذ طرق عامر بعدها على طول بيقول تصريح كان في منتهى الأهمية بالنسبة لنا وحللناه جيدا مع فريق عمل للبرنامج قال إيه محافظة البنك المركزي السيد طبعا طرق عامر قال إن كرة القدم بتستحوز على 90% من موارد الرياضة وبدأنا في تقديم دعم إلى الرياضات أخرى بالتنصيق مع وزارة الشباب الرياضة الحقيقة خبر سعيد جدا لما يعني يطلع قامة كبيرة اقتصادية طبعا كالأستاذ طرق عامر محافظة البنك المركزي ويصرح بهذا التصريح هنلاقي على أرض الواقع في الفترة الجاية دعم كبير جدا للألعاب الأخرى والألعاب الفردية وأكيد ده ينعكز على جدواننا في الأولمبيات خلينا أقول لحضركم إن الحقيقة بدأ تنفيذ ده شفنا اتحاد السلة شفنا نهائي الكأس السوبر أحد البنوك الحكومية وهو بيرعى طبعا منافسات اتحاد السلة وبيدعمه بمبلغ كبير عشان يتوجه لدعم المنتخبات الحقيقة الكلام بدأ يتنفس على الأرض الواقع وواضح إنه دي سياسة واتجاه للدولة بتوجهات من الساد الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان نوصل بالرياضة اللي كنا بنحلم به إيه اللي كنا بنحلم به؟ إنه بقى فيه تواصل الدعم ما بقاش الدعم فترة وينقطع فالسندوق الحقيقة الرياضة المصري اللي سيتم أو تم إنشاءه إجراءات التنفيذية لإنشاءه الحقيقة ده هيبقى من أكبر الأدوات التنفيذية لدعم الرياضين في مصر الحقيقة الخبر ده كان يهمنا جدا 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 كبرنامج بيغطي الألعاب الأخرى واللي هي أصلا بتعاني من ضعف التمويل طبعا خبر كان مهم جدا نحط عليه الدوق لأنه خبر يعتبر إنجاز كبير للرياضيين خاصة الألعاب الأخرى